السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء دوما بهذا اللقاء المتجدد حديثنا الليلة عن المناسبة السعيدة التي تنتظر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مع شهر ذي الحجة وهي أضحية العيد فلا حديث للناس هذه الأيام إلا عن أضحية العيد يتحدثون عن الأثمنة وعن الأسعار ويتحدثون عن المنتوج الذي سوف يضحون به ولكن ما يهمنا أكثر أيها الأحبة الكرام أن نذكر بحقيقة هذه الأضحية التي يقوم بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذا العيد السعيد عيد الأضحى المبارك واستعدادا لهذه المناسبة نذكر الجميع بأن هذه الأضحية هي شعيرة إسلامية أصيلة هي ليست مجرد عادة من العادات أو تقليد من التقاليد لأننا بدأنا نسمع هذه الأيام بعض الأصوات تنادي بإلغاء أضحية العيد بسبب غلاء الأسعار وبسبب كذا وكذا وكذا نذكر بأن الله سبحانه وتعالى اسمه الرزق الله تعالى اسمه الكريم ومدام قد فرض على عباده هذه الأضحية فإنه سوف يدبر الأمور وسوف يفتح باب العطاء والخير والرزق والكرم والجد ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز فصلي لربك وانحر المؤمن هو مطالب بالصلاة يصلي لله وأيضا في المناسبات السعيدة مثل هذه الأيام المباركة يقوم بفاردة النحر فصلي لربك وانحر وهذه الشعيرة جعلها الله تعالى لكل أمة فالأمم السابقة الأمة اليهودية مثلا عندهم شعائر كبيرة في الدبائح وفيهم تفصيل كثير والنصارى أيضا والأديان السابقة فلماذا نريد أن نحرم الأمة الإسلامية التي يخير أمة أخرجت للناس لكي تحافظ وتعتني بهذه الشعيرة وقد قال الله تعالى لكل أمة جعلنا من سكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعم الرزاق هو الله رزقهم من بهيمة الأنعم وجعل هذه الشعيرة جعلها من الأصول الدين فيها نوع من التقرب إلى الرحمن قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فما سوف نقوم به إن شاء الله تعالى قريبا في أضحية العيد هو من شعائر الله والإنسان عليه أن يعلم بأن هذه الشعيرة هي لست واجب وإنما هي سنة مؤكدة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع الوتر والنحر وركعة الفجر بالنسبة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الأمور الثلاثة هي مفروضة علي كتبت علي لأن هناك أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهناك أحكام عامة بالأمة فأمور ثلاثة هي مفروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلينا هي مجرى تطوع لقم بها له الأجر والتواب ما قمش بها فلا حرج عليه هي الوتر والنحر وركعة الفجر وهذه العبادة شرعها الله تعالى هي على المسرين من المسلمين لم يفرضها على الفقراء ولكن الناس بحكم العادات والتقاليد صاروا يتكلفونها كم من واحد فقير يتكلف وقد يستدين وقد يتسول المهم أن يجمع المال لكي يقوم بدبحي الأضحية وحقيقة أن الإنسان هو يتنافس من أجل أن تكون له هذه الأضحية لماذا لأن فيها فضل عظيم جاء في بيان فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا يوم النحر أحب إلى الله من إهرق الدم وإنها لتأتي يوم القيام بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسها طيبوا بها نفسها لما يسمع المؤمن هذا الفضائل الأضحية فإن نفسه تتشوق أن يكون له أيضا في أسرته كبش يدبحه ويفرح به ويأخذ أجره وتوابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بأن هذه الأضحية تكون من أنواع أربعة لأن بعض الناس يتسألوا يقول لك واش غير لغنموا حدها لا في الشريعة الإسلامية الأضحية تتكون من الضأن والمائز والبقار والإيبلي أربعة كلهم تجوز بهم الأضحية لكن يبقى دائما الضأن لهو الكبش هو المفضل ربنا قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام نحن مطالبون مطالبون بأن نذكر الله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والأنعام هي أربعة كما هي مذكورة في سورة الأنعام الإيبل والبقار والضأن والمائز فكلهم يجوز الأضحية بهم لك أنت الإيبل خصة خمس سنوات تكون كبيرة لعمر ديها خمس سنين ولك أن البقار خصة سنتين ولك أنت من المائز خصة سنة ولك أنت من ضأن يعني من الكبش ستة أشهر هذه هي السن المعتبراء شرعا واللي مستحب هو أن يكون الكبش وأن يكون سمين ومليح لماذا كالقعوا الناس كي مشوا الأسواق وكيقلبوا على السمين المليح على الصردي على الرسوق لأن هذه عبادة يريد فيها أن يتقرب إلى المولى عز وجل بأجود وأنبل ما يستطيع وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين هذا الوصف هذا يعني بأن الكبش يكون هكذا قوي وسمين وعظيم ومليح والقرون دي الأكبر كلها كيدل على أنه من السنة وطبعا الأساسي في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب الناس دي الآن قريبا ستفتح الأسواق والناس ستفتح الأسواق والناس ستفتح الأضحية وهذه العيوب لقلفها النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي فإن لك الأضحية فيها هذه العيوب بين يعني كبالك العور كبالك بأن عينها فيها عيب كبير إلا كان عيب صغير لا بأس به ولكن لك العيب بقوة لا تجوز في الأضحية ولكت مريضة هزيلة جدا هزيلة أيضا لا تجوز ولكنت عرجاء وكانت القرن ديالها مكسور هذه كلها لا ينبغي أن تكون في الأضحية فلابد لمن سيشتري الكبش أن يتفقد أدنيه وش أدنه مزيانة يتفقد القرنين وش مزيانين العينين وش مزيانين السمونية وش مزيانة باش يقدر يشريها وهي سليمة إلا ما كتش مليحة على الأقل ما تكونش فيها عجوب بعض الناس يقدر يشتري واحد الأضحية شريها سليمة ولكن طلع في الدروج مشاتل السطح قفزت وتعترت فانكسرت بدون سببين منه هو شرها سليمة العلماء قالوا هذه تجوز لأن في الأول انتشرت يا سليمة وقد طرأ عليها الطارئ تعطرت وانكسرت فلا حرج عليك أما إذا كانت هذه الأضحية وقع لما وقع بفعلي كأنت وتفريطك كأنت فلا بدك تبدلها تحاولت تبدلها كالدبح كالدبح كالدكسر ولكن الأضحية ستكون سليمة مية في المية كالقوا بعض الناس اللي هم مرض بالسكري ولا يأكلون اللحم الغنم لأن ربما قد يؤدي إلى مضاعفة ذا السكري هنا يجوز أننا نضحي بالبقرة كالقاوة في السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من الأسر صاروا يضحون بالأبقار فهل تجوز أم لا أي نعم تجوز تجوز الأضحية بالبقرة ويجوز فيها الاشتراك الاشتراك يعني يكون فيها جوج الناس حتى السبعة لأن في الحديث النبوي الشريف كان سيدنا النبي كيتكلم عن الهدي في الحج ولا فرق بين الهدي والأضحية في الهدي كي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم آدنا للصحابة أن يشتركوا في الحج والعمرة كل سبعة في بودنا يعني كل سبعة سبعة دي الناس كي يشتركوا في بقرة فالإنسان إذا بغي يشترك إما في بقرة الناس اللي في الصحراء كي يشتركوا في جمل والناس اللي في البوادي في بقرة وحتى في المدينة يعني ممكن يكون واحد ويكون جوج وثلاثة واربعة العائلات وخمسة العائلات وستة وحتى السبعة حتى سبعات الناس سبعات الأسر ممكن يشتركوا في بقرة وكيدبحها وكيقصوا فيما بينهم وتجزئهم عن وضحية العيد وقد جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة فهذا من الأمور التي هي من السنة النبوية الشريفة وهذه الشعيرة المباركة هي من نبغيها لابد أن نختار دائما الأجود سيدنا النبي كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أمر بكبشين أقرا يطع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة ها نمي المدية يعني السكين فاشحديها بحجر ففعلت ثم أخذتها وأخذ ذلك وأضجعه وأدبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد هات الحديث النبوي الشريف أمنا عائشة رضي الله عنها بينات لنا في مجموعة كبيرة من الأحكام أن الكبش اللي هو مستحب ندبحه أنه يكون مليح يكون أقرا يعني يكون عنده القرون يطع في سواد سواد يعني أنه يكون بيض سردي ويكون قدامه كحليم قدامه فيهم السواد ويبرك في سواد الرجلي اللورانين توما فيهم السواد وينظر في سواد يعني العينين ديولو ندورين بواحد اللون أسود وجهه بيض سردي وفي سواد في عينيه وقدميه ورجليه ومن لي سيدنا النبي بغي تبحى قال أمنا عائشة قال لها فين سكين سكين العريضة المدية السكين كتكون كبيرة قال لا إش هذه بحجر مضيها مزيان من لي مضتها بغي تبحى بغي تبحى للأضحية ماذا قال في الدعاء بسم الله اللهم تقبل من محمد كان سيدنا النبي دبحى دبحى كبشين قال هذا لآل محمد وآل محمد والتاني قال وهذا لأمتي محمد يعني سيدنا النبي ضحى لنا ونبع لنا منذ زمان كل من لم يضحي فسيدنا النبي قد ضحى وتكفل بذلك ونبع عنه منذ زمان والإنسان من اللي إن شاء الله تعالى يجي وقت العيد لا بد أن الدبح يكون بعد صلاة العيد كين بعض الناس عندهم واحد العادات كي يزربوا في الصباح البكري خسو يدبح باش يبقى نحنقل من منزل منزل ربما كيكون هو جزار خسو يربح ولكن الانطلاق الحائقية كتكون بعد الصلاة الفريضة دي الصلاة اللي غتكون في المصلة يصلها الإمام أو من ينوب عن الإمام وبذلك أن دك ممكن أنه يدبح وإذا أراد أن يدبح لابد أن الجميل أن الإنسان يدبح بنفسه يتحلم يدبح بنفسه ولا قدر أنه ما يعرفش كيكون مع الجزار وكيقول يخذ الباديرات تقدم نشد لك قل بسم الله الله أكبر وسمي ودبح وإلا يسمي نفسه أو من أوصاه عن فلان ابن فلان كان السيدنا رسول الله يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي ولم يقدر تجدبح على الأقل يشهد ويحضر عملية الدبح لأن هذه عبادة هذه ليست عملية اللحم سيأكل هذه عبادة من العبادات المباركة لا بد للإنسان أن يحضرها وينبغي له أن يراعي أداب الدبح حتى تستريح هذه الأضحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تعذيب الحيوانات على اختلاف أشكالها خصوصا وضحية العيد فلا بد أن تحدى السكين جيدا ويكره أن تحدى أمام الدبح كان بعض الناس يقوم بالعملية للإحداد والدبحة كتشوف لا تشوفه كتفهمه كتحس كتعدبها حرام لهذا الإنسان يحد السكين بعيدا وجل الدبح بكل نطف ويسمي الله سبحانه وتعالى لأن سيدنا النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الدبحه وليحد أحدكم شفرته وليريح دبيحته من لين دبحوا هذه الأضحية بإذن الله تعالى نحن مطالبين بأننا ناكل منها واحد الشطر ونهدي منها واحد الشطر ونصدق بواحد الشطر هذا من السنة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل التلتة من الأضحية ويهدي الأقارب والجيران التلتة الأخر ويتصدق بالتلتة الأخر على الفقراء لأن الله تعالى قال لنا فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وفي أي أخرى قال فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فالإنسان جميل أنه يقسم هذه الأضحية ثلاثا تلتة لنفسك تلتة هدية للأغنية من الأصحاب وتلتة صدقة للفقراء والإنسان لابد أن يأكل من أضحيته وربنا سبحانه الله ليس مانع أن يتدخر لأن ربما حاليا تلقوا جل الناس يضحيوا أيام زمان كان يضحيوا وحد في أقليل وفي أخرى ما يضحيوا ما عندهمش اليوم في عصرنا هذا رغم الأسعار ورغم الظروف الصعبة بعدها تلقوا الناس كل شيء مضحين لا أحد يبقى بلاش ربك يبرك للجميع فلهذا يجوز أن نتدخر إلا كان كل شيء دابح وهنا لا مانع أن الإنسان يتدخر بعض الناس يشيري الكبش ويشيري مع تلجة لأنه بغي يقوم بالإدخار ويقصدك للحيمات ويراعي الظروف المعيشة فلا مانع من ذلك سيدنا النبي قال تلت الأفدرهام ربع الأفدرهام يقول لك أنها نتصدق بها العلماء قال لك الأضحية أفضل من التصدق بتمانها لأن الأضحية بغاك الله تعالى أنت أنت الضحي إلا لعندك شيء مانع من الموانع كان بعض الناس يقول لك نشوف شي واحد أنا ما بغي دم ما بغي صداع أنا بغي نصافر أن نعطيها للشواح الضعيف أي نعم صدق فيها أجر وثواب كبير لكن الله تعالى يريد كل واحد منا أنه يضحي بنفسه ويتصدق أيضا فكله خير الأساس هو أن القصد الشرعي من الأضحية هو تقوى الله لا ينبغي أن ننسى ذلك أن القصد الشرعي من الأضحية تقوى الله تعالى لأن ربنا عز وجل قلنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فقريبا أيها الأحباب الكرام سوف تبدأ الأسواق في بيع وضحية العيد في البوادي رانطلقت منذ فترة ولكن المدن الكبرى نسك انتظر الدخول للغنم في الأسواق القريبة من المدن وغي يكون شاء الله تعالى الخير موجود ولكن الأسعار تبدو لازلت مرتفعة وكي هناك الحمد لله بعض الأخبار صار بأن هناك تدخل من طرف الدولة لنظر في هذه الأسعار حتى تكون في متناول كل المواطنين ولا ننسى بأن في هذه المناسبة كيكون تضامن وكيكون التكافل والناس كي تعاون فيما بينهم والغني كي حاول ما أمكن أنه يكرموا إخوانه الضعفاء ولا ينبغي أن ننسى ونحن نفكر في عيد الأضحى أننا نكون في موعد مع العشر الأوائل من دي الحجة هذه أيام عظيمة هذه أيام مباركة والفجر وليالي عشرين الأعظم الأيام للسنة هي العشر الأوائل من دي الحجة فالإنسان من السنة أنه يعظم هذه الأيام ويصوبها صيامها عظيم جدا خصوصا يوم التاسع لغيكون يوم معرفة ومنزل الإنسان أنه لا يقص شعرا ولا يقلم أضفارا حتى يضحي لأن في ذلك فيها نوع من التشبه بحجاج بيت الله الحرام فالحجاج الحمد للطائرات بلآن تنطلق بدأت منذ أمس ويآن تسير كل يوم هناك عدة طائرات تسافر إلى البقاع المقدسة وهذا كله خير عظيم وبركات كبيرة لأساسي والصوبه الأحباب الكرام هو أننا في هذه الأيام المباركة علينا أن نحيي سنة التضامن والتكافل فيما بيننا أن الأغنياء يوسعون على إخوانهم الضعفاء ويكون نوع من التوسع على الفقراء والمساكين والله يبارك والله يجازي والله يضعف الأجر والتواب وأيضا نحرس على التواصل والتزور مع العائلاء والأحباب ونطفئ نار الأحقاد والضغائن ونقوي أواصر المحبة والمودة والتراحم في هذه الأيام المباركة وأيضا علينا أننا نعبر عن السرور والبهجة بقدوم هذه الأيام هذه الأيام هي مواسم للخير مواسم للرحمة مواسم للإيمان علينا أن نبدي فيها السرور والبهجة فرحنا بالله الصلحاء كنت قاموا ديما فرحانين يقول لك أزد عليك يقول لك أنا فرحان فرحنا بالله ولهذا النبي الكريم كان كيفرحوا كان النساء كيفرحوا وكان ملكي بدوي يفرحوا فيما بينهم إلا أنهم شيء واحد كما وقع لأمنا عائشة مع جواريتها ودخلت لنا أبو بكر الصديق وانتهرهم قال لهم داعهم يا أبا بكر حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني بعدت بالحنيفية السمحة فهذه الأيام اللي قد تكون شاء الله هي أيام عمل صالح أيام تكافل أيام تزاور أيام محبة ومودة وترحم وأيام سرور وبهجة وأيام فرح بهذا الدين العظيم وشعائر لجعلها الله تعالى تعبر عن قوة الإيمان واليقين نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع ويبارك في الجميع السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة شكرا